جوه سحر شارع المعز في رمضان حاجة خيالية مكان مش ممكن تقرنه بأي مكان في العالم رحلتك في شهر رمضان جوه شارع المعز مش ممكن تنساها لإنك حتكون جوه التاريخ حرفياً نهاردة مع رحلة ليلية ممتعة واستأثرنا الإسلامية الرائعة فلا كنت جديد في القناة عمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجي لك جديد جولتنا ورحلتنا أول بأول ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة هنبدأ رحلتنا وجولتنا النهاردة وإحنا رايحين على واحد من أهم وأجمل شوارع مصر وهو شارع المعز وإحنا موجودين دلوقتي في باب الشعرية أو في مدان باب الشعرية وحندخل على شارع الجيش ومن شارع الجيش هندخل على شارع البنهاوي عشان يكون علي منا صور من أسوار القاهرة القديمة وبابين من أبواب القاهرة القديمة وهم باب الفتوح وباب النصر عشان ندخل من واحد منهم لشارع المعز الشارع الجميل جدا واللي هتستمتعوا بيه جدا لو زرتوه في شهر رمضان وحتى لو زرتوه في غير شهر رمضان وزي ما الكلمات الجميلة كان بتقول رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل الكلام مش بس يعني الكلام ده مش بس كلمات لكنه واقع بيبارعا عليه اللي احنا شايفينه ده فوانيس والزينة أنوار المساجد وأنوار الشوارع هتلاقوها موجودة في كل حتة في مصر سواء كانت المناطق دي مناطق شعبية أو متوسطة أو رقية بالفعل هتحس إنو شيء خيالي وجميل ومبهر وعايز أقول لكم إن مصر طول عمرها مميزة بالعادات الجميلة في شهر رمضان المبارك زي ما أنتو شايفين كده شوارع مصر بتتحول للوحات فنية بتخطف نظرك أول ما بتشوفها بتحس وإنت بتبص في وشوش الناس في رمضان بالبهجة والفرحة والانبساط بتحس إنه هم يعني كانوا مستهيين الشهر ده على أحر من الجمر زي ما بيقولوا وبالفعل هل هلال شهر رمضان وإحنا دخلنا بالفعل كده على شارع البنهاوي وزي ما بقول لكم إنت هتحس إنك دخلت على هتكون جوه التاريخ حرفيا مكان أدعوكم تزوروه فعلا في شهر رمضان هتستمتعوا جدا وتزوروا شقية حي الحسين وتزوروا خاني الخليلي وتزوروا المناطق الشعبية الجميلة السيدة زينب وعبدين إن شاء الله حيكون لنا زيارات كتيرة في المناطق دي خلال شهر رمضان وحنتفرج على إزاي المصريين بيستمتعوا بشهر رمضان كمان هنزور بعض المساجد المهمة جدا وحنصلي الترويح مع بعض صراحة المناطق الشعبية في مصر في شهر رمضان بتتحول لوحات فنية زي ما أنتوا شايفين بتحس إن الأنوار بتملى كل الأماكن مجموعة كبيرة من الزينة اللي بدأت تظهر قدامكم لقدام أسوار القاهرة القديمة شيء جميل جدا وشيء عظيم وحتستمتع زي ما بقول لكم بالزيارات دي وهي دي بالفعل اللي حيحسسك بشهر رمضان كان فيه عدد كبير من بلاد العالم ما بيحسوش بالفرحة والبهجة اللي أنتوا شايفينها لأن الأجواء اللي بتحيط بالشهر الأجواء الإيمانية والأجواء الروحانية وأجواء الجمال والزينة وأجواء الحب والفرحة هو دا اللي بيحسسك بشهر رمضان بالفعل وإحنا دلوقتي لسه موجودين في شارع البنهاوي وزي ما أنتوا شايفين على يميننا صور القاهرة القديم ومن الصور دا أنا حكتفي بالجزء دا وهندخل بقى بالفعل على جو شارع المعز زي ما أنتوا شايفين الزينة الجميلة جدا لكن إحنا هندخل بقى على جو شارع المعز زي ما أنتوا شايفين قدامكم قادي الصور يمكن حاولت أن أنا صوره لكم من قريب شوية وقادي المنطقة المحيطة بباب الفتوح وباب النصر وشارع البنهاوي وشارع المعز حاولت برضو أن أنا وضح لكم الجزء اللي برة بيكون شكله عامل إزاي لغاية ما هندخل بقى مباشرة كده من البوابة اللي بدأت تظهر قدامكم على شارع المعز هذه البوابة الفتوح أو باب الفتوح هو دا اللي هندخل منه وحنكون زي ما بقولوكم كده هندخل جوة التاريخ حرفيا بحاول أتجول بالكاميرا كده وأوريكم شكل الأجواء اللي موجودة خارج الباب دخلنا بالفعل كده على شارع المعز وبقينا جوة يعني وسط آثارنا الإسلامية الرائعة وتفرجوا بقى على عدد كبير جدا من الملامح اللي بتميز شارع المعز في رمضان وزي ما أنتوا شايفين جو وسحر شارع المعز في رمضان حاجة فوق الخيال فعلا شيء لا يمكن تقرنه بأي مكان في العالم كل اللي بيزور مصر بيحرص أنه يزور شارع المعز في رمضان هتكون رحلة وصهرة رمضانية ممتعة وسط التاريخ لأن فعليا جوة أكبر المتاحف المفتوحة في العالم للأثار الإسلامية هنا هتشوف جمال الماضي وجمال الحاضر هتلاقي محلات على كل لون دهب وصواني نحاس وملابس فولكلورية وقهاوي شعبية وعائلية وشبابية زي ما أنتوا شايفين في مجموعة كده من الشخصيات الفنية اللي أصرت شهر رمضان بمجموعة من الأعمال الفنية للأطفال زي ما أنتوا شايفين بوجي وطمطم إحنا في منطقة بيت السحيمي وزي ما أنتوا شايفين الناس اللي بتستمتع بصهرتها جوة الشارع المعز وفي الأهاوي وفي الكافيهات اللي منتشرة في شارع المعز في مجموعة من المطاعم اللي ممكن برضو تتصحر فيها أو حتى تفتر فيها زي ما أنتوا شايفين الناس تحس فعلا في وششهم بالبهجة والفرحة إحساسهم مختلف عن الأيام العادية زي ما أنتوا شايفين ممكن ده بيسموها بلغيط اللي بيلف كده لمجموعة من الأقمشة وزي ما أنتوا شايفين العائلات كلها بتستمتع بوجودها داخل شارع المعز في رمضان زي ما بقولوك هتلاقي عدد كبير جدا هتلاقي مجموعة من المحلات اللي بتبيع الطمر هندي والخروب والسوبيا وفعلا طول ما أنت ماشي في شارع المعز هتحس إنك مبسوط هتحسك يعني إن أنت انتقلت العصر جميل ومبهج جوا الرمضاني هنا ليه سحر خاص وسط الأسار الفاطمية هنا واللي بتحكي بقى عادات وتقاليد أجدادنا على مر العصور زي ما نشايفين عدد كبير من أفراد الأسرة كلها بتحب إنها هتيجي وتزور شارع المعز في شهر رمضان يتمشوا ويتفسحوا ويتصحروا كمان بهجة وحنين للماضي مش ممكن تنساه وإحنا بنتمشى كده في شارع المعز اللي كان اسمه زمان الشارع الأعظم وبعدين في مرحلة تاريخية تانية اتسمى أصبت القاهرة لأنه كان بيقسم القاهرة لإسمين قد بعض كان الشارع هنا هو المركز السياسي والتجاري والروحي للقاهرة أيام الفاطمين فراجوا على فرحة وجمال استمتاع المصريين بشهر رمضان البلونات وبعض المأكلات الحلويات كده اللي بتتعمل ممكن يعني تشتريها وإنت بتتمشى وتتفسح جوه أكبر متحف مفتوح للأثار الإسلامية شارع المعز لدين الله الفاطمي ويمكن الشارع ده تسمى على اسم الخليفة الفاطمي الأول في مصر شارع كان بيمثل ومازال بيمثل قلب مدينة القاهرة القديمة شارع هنا من أشهر الأماكن إن لم يكن أشهرها اللي بيحب المصريين والسياح إن هم يزوروها في رمضان شارع كمان مدرج في قيمة لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو كموقع من مواقع التراث العالمي زي ما انتم شايفين في أكبر قدر من الأثار الإسلامية في العالم استمتعوا برمضان استمتعوا بخروجاتكوا في المناطق الجميلة جدا والشعبية اللي موجودة في مصر استمتعوا بمصر استمتعوا بخرجوا ولادكوا وعرفوهم على الأثار اللي موجودة في بلدهم يعني بصراحة حيستمتعوا بجولة ورحلة مش ممكن ينسوها حيتصوروا ويتفسحوا ويفطاروا ويتصحروا ويصلوا صلاة العيشة وصلاة التراويح وصلاة الفجر يعني مناطقنا القديمة دي مش ممكن تتعوض يا جماعة يعني بصراحة عايز اقولكم ان في عدد كبير جدا من البلاد تتمنى فقط ان هي تمتلك اثر واحد من الاصار الموجودة قدامكم تخيلوا ان احنا ما عندنا مجموعة كبيرة من الاصار الاسلامية والاصار الفرعونية والاصار القبطية عدد كبير جدا بيميز مصر اللي طول عمرها متحدة متربطة الى ايوم الدين باذن الله احنا موجودين وبنتفرج على ازاي المصريين بيستمتعوا بليلتهم ازاي المصريين بيطبستوا ويفرحوا يعني هتحس زي ما بقول لكم بالبهجة والفرحة موجودة ومرسومة في وشوش الناس وانت موجود في شارع المعز واللي بيمتد من باب زويلة في الضرب الاحمر وبيمر بالغورية وشارع الصغة وبيوصل لباب الفتوح بالجمالية الشارع هنا بيشهد عمليات تطوير مستمرة بدعم من اليونسكو يمكن الناس والبيعين هنا بيلخصوا مشهد الناس اللي بتزور الشارع في رمضان بان هي دي البهجة بعينها فعلا رمضان هنا الجمال جو مبهج لكل اللي بيزور شارع المعز حتى اللي ساكنين هنا في شارع المعز بيحسوا ان الشارع مبسوط وسعيد بشهر رمضان التجمعات العائلية هنا بتبدأ قبل الفطار بيفطر الناس هنا وبتستمر بقى البهجة لغاية صلاة الفجر هنا هتلاقي حفلات بدوية جميلة هتلاقي السودانيات كده اللي بيرسموا الحنة والمحلات اللي بتبيع النحاس وحاجات ومنتجات تانية كتير جدا هتقدر ان انت تجيب مجموعة من التسكرات بتلخص رحلتك داخل شارع المعز وبتلخص رحلتك في القاهرة القديمة زي ما انتوا شايفين غزل البنات زي ما انتوا شايفين القهاوي اللي موجودة في شارع المعز واللي ممكن تفتر وتتصحر فيها زي ما انتوا شايفين وسط التاريخ والجمال كله هتقدر او تقعد في الاماكن دي وتستمتع بجو رمضاني ممتع ومبهر طبعا عايزين نقول انه في الاصل رمضان هو شهر عبادة وشهر صيام وشهر دعاء بتعملش اي حاجة غير بعد ما تصلي الترويح وتصلي العشاء العشاء وتصلي الترويح وتصلي القيام وبعدين استمتع بقى انت وولادك وعيلتك بالتمشية داخل شوارعنا القديمة وداخل شارع المعز اللي احنا بنزوره النهاردة عايز اقول لكم ان موجود في شارع المعز ده باب الفتوح وباب زويلة وجامع الاقمر وجامع الحاكم بامر الله مسجد وسبيل سليمان اغل سرح دار وغيرها كتير من الاصار الاسلامية اللي انتو بتتفرجوا عليها ادي كافية من الكافيات اسمه بيت القاضي ادي اصارنا الاسلامية الجميلة كمان وانت موجود في شارع المعز ممكن تتصور وانت لابس الملابس الفولكولورية والشعبية والبدوية مجموعة من الشباب اللي بيستمتعوا برحلتهم اللي موجودة داخل شارع المعز زي ما بقول لكم كده اجواء من البهد والفرحة مش ممكن تلاقيها في اي مكان تالي في مصر غير في المناطق الجميلة القديمة بتاعتنا زي ما انت شايفين حتى الاصار تحس ان هي فرحانة كده متنورة بشكل جميل يعني بصراحة جو مش ممكن فعلا تنسى ادي زينة رمضان اللي بتزين شوارع وحواري واثقة مصر اول ما الشهر بيهل هتلاقي كمان مجموعة من الفوانيس اللي موجودة باشكال مختلفة واللي ممكن زي ما بقول لكم ممكن تشتري تسكار لرحلتك الجميلة داخل شارع المعز استمتع وتبسط وتمشى وافطر وتصحر داخل شارع المعز لايه برضو مجموعة كده من الناس اللي بيصوروا لو انت عايز لو ما كانش معك كاميرا احترافية يعني وعايز صور يعني جميلة فانت في مجموعة من الناس كده اللي بيصوروا وبيبعط لك الصورة وانت واقف على الموبايل بحيث ان انت يعني برضو بيكون اكثر احترافية من تصويرك انت بالموبايل زي ما انت شايفين كده مجموعة من المحلات اللي موجود فيها مجموعة من المنتجات ومجموعة من المطاعم وهدي فنوس شهر الرمضان اللي بيميز الشهر الجميل اللي احنا موجودين فيه ولسه بنتمشى داخل شارع المعز واعيز اقول لك ان لو حتبتدي رحلتك لشارع المعز من عند شارع الازهر هتلاقي على شمالك منطقة الغرية والبيعين اللي بيبيعوا اي حاجة من ملابس وكوفرتات وبطاطين بتمشي شوية بتلاقي سبيل محمد علي اما لو بدأت بقى من منطقة الحسين فبتلاقي بيعين عطارة كتير ومحلات اكسسوارات وجلاليب فولكولورية في نص الشارع كده هتلاقي مدرسة ومسجد السلطان قلوون بتقطع تسكرتك لبقية الاماكن من هناك كمان هتلاقي مسجد السلطان برقوق اللي مميز بممر خاص كده في دايرة زرقة وقادر انه يرجعك لعصر المماليك اللي بنوا المسجد كمان هتلاقي بيت السحيمي في ممر كده ولو كملت في الممر شوية هتلاقي مدرسة بيبرس البندق داري واللي هتلاقي فيها اكبر تجمع للعصفير والحمام ولان خدام المسجد بيهتموا بيهم والمسجد كمان سقف ومفتوح كمان في زي ما بقول لكم مسجد الحاكم بأمر الله ويمكن اللي زورناه قبل رمضان في ملامح استقبال المصريين لشهر رمضان ويمكن كمان المسجد دا رغم جماله الكبير جدا لكنه كان زمان بيستخدم كماغزن للتجار زي ما انتم شايفين مجموعة من المحلات اللي بيتبيع اللوحات الجميلة اللي فيها كده رسومات القاهرة القديمة وشكل الناس كانوا ازاي عايشين زمان في مجموعة زي ما بقول لكم كده من المطاعم والكافيهات اللي حتستمتع باني انت تقعد فيها ممكن تعمل فوتو سيشن كمان في مجموعة من الاماكن اللي موجودة داخل شارع المعز وزي ما بقول لكم مجموعة من الالوان والانوار والبهجة اللي مالية كل الاماكن مجموعة من الاكسسوارات والفخار اللي ممكن تشتريه من شارع المعز وتستمتع برحلتك داخل الشارع لا أعايز أقولكم أن اللافت في شارع المعز أنه بيجذب كل فئات المجتمع كل فئات العيلة مش بس الشباب هتلاقي مجموعة من الشباب وناس الكبيرة والأطفال بيستمتعوا جدا كمان السياح الأجانب بيحبوا أن هم يجوا ويزوروا المكان اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي استمتعوا قدامكم يعني الرجل اللي بيبخر كده وزي ما بقول لكم الرجل اللي بيلف القماشة دي المتمورة كده اللي بقت من الحاجات المميزة جدا في القاهرة القديمة مجموعة كده يعني بيلياتشو مجموعة بيلبس بعض الملابس الفولكولورية القديمة حتى فيه واحد كده عامل نفسه غريلة يعني صراحة عايز أقول لكم أنا مش عايز أقول لكم أنا زي مستمتع برحلتي داخل شارع المعز زي ما بقول لكم الحسين السيدة المعز الجمالية عبدين العماكن الجميلة والقديمة دي هتحس فيها ببهجة وفرحة في شهر رمضان بشكل مختلف وبشكل مميز جدا زي ما انتم شايفين كده الناس بيمشوا كده جنبيه وبيحب ان هم يتبخروا طبعا يعني ويستمتعوا برحلتهم داخل شارع المعز تفرجوا واستمتعوا زي ما الناس اللي ماشية رايحة جاية كده مستمتعة بالمكان الجميل وزي ما بقول لكم يعني مش هتحس بالجمال ده إلا ما تكونوا وسطيه بالفعل هتحس بالفعل بجمال مختلف هتحس بالفعل برمضان بشكل مختلف عن أي مكان تاني بدعوا كل الناس اللي سكنة في المناطق الرقية والكونباوندات اللي موجودة في الشغزايد اللي موجودة في القطمي اللي موجودة في كل الأماكن الجديدة إنهم هيجوا زور القاهرة القديمة لأنهم بالفعل أكيد مش حاسين بالبهجة اللي إحنا شايفينها دلوقتي قدامكم زي ما إنت شايفين يعني الناس بيستمتعوا مجموعة كده من العروض اللي إنت حتستمتعها دي الأطفال اللي بيرقوس مع الغوريلا بيستمتع بيومه العائلات الجميلة اللي رايحة جاية بتستمتع بيومها بتستمتع بليلتها زي ما بقول لكم صهرة رمضانية جميلة في مكان من الأماكن اللي مش ممكن تتعود زي ما إنت شايفين هو اللي راكب فيزبا برضو معاها عائلته كلها بيستمتع بالمكان ويمكن طبعا دخولك بالعربية هنا مش هيبقى متاح إلا للناس اللي ساكنة في شارع المعزة وبيكون معاهم كده مجموعة من البساط أو الكروت اللي بيقدر إنه هو يدخل بيها الشارع لأنه طبعا رايح على بيته ومش معقول إنه يعني يبعد بعيد عن الكزء ده لكن ركالات العربيات بتكون في الشوارع الجانبية نشايفين مجموعة كده من المنتجات ودي غازل البنات اللي بتعمل بأشكال مختلفة ودي مجموعة من الاكسسوارات اللي بتميز شهر رمضان واللي بتميز شارع المعز ودي الأسعار طبعا رائعة جدا يمكن الاكسسوارات دي كلها بعشرة جنيه ممكن تشتري تذكار بسعر رخيص جدا زي ما بقول لكم وزي لسه بنتماشى كده بنتفرج على زي ما بقول المحلات اللي مليانة بالبهجة والفرحة والأنوار اللي بتميز شهر رمضان هدي محل برضو من المحلات اللي مليانة بالاكسسوارات واللوحات وفي مجموعة كده من الحاجات اللي ممكن تشتري فيها سلسلة كده على اسمك سواء كان اسم ولد أو اسم البنات ولسه بنتماشى داخل شارع المعز وليمكن رحلتي الرابط تنتهي وبالفعل اللي خرجنا من شارع المعز ونتفرج بقى بشكل موسع كده على صور القاهرة القديم الجميل جدا واللي يعني ممكن خرجوا أو بناف الجزء ده بدر الجمالي احنا كده كمان بنتفرج على الجزء المحيط بشارع المعز والجزء المحيط في احنا دلوقتي موجودين في الشارع البنهاوي وبنينهي رحلتنا النهاردة داخل شارع المعز وهيزا برضو بالعربية كده هننهي الشارع هنتفرج على الجزء المحيط بشكل موسع بشارع المعز وهنلف كده ونتفرج على الصور الجميل اللي موجود على شمالنا وهننهي عند النقطة دي رحلتنا الجميلة واللي هتكون ودي الرحلة الاولى جوة شهر رمضان او خلال شهر رمضان واللوعدكم ان شاء الله انه هيكون فيه رحلات كتيرة جدا خلال شهر رمضان جوة كل مناطقنا الشعبية بإذن الله وقبل ما ننهي رحلتنا واحنا ماشيين في شارع البنهاوي وشايفين الزينة اللي مالية كل الاماكن سألوكم ان الزينة دي حكايتها حكاية وليها اصل تاريخي بعيد جدا العادة دي ورستها الاجيال جيل بعد جيل اصلها بيرجع للصحابي الجليل تميم بن قوس الداري والفكرة انه نور المساجد باناديل كل ليلة جمعة باعتبر انه يوم مقدس عند المسلمين وكانت بداية الفكرة لكن ارتبطها برمضان كان مع الخليفة عمر بن الخطاب لانه اول واحد زين المساجد ونورها مع قدوم شهر رمضان وده عشان يتمكن المسلمين من احياء الشعائر الدينية طول الليل هيا سألوكم ان الزينة بقا اتطورت والانوار دي اتطورت مع مرور العصور يعني مسلسات ومربعات ملونة وحلوقت بقا مطبوع عليها كتير من الاشخاص وذكريات الطفولة عموما هي من المظاهر الجميلة اللي بتحسسك بالشهر الكريم كمان دخل عليها السلاسل بقا من اللمبات المنورة كمان في بقا القماش الملون والفوانيس انا بالفعل كده لفينا وفي نهاية رحلتي النهاردة اللي كانت موجودة في شهر اه وفي شارع المعز وفي شهر رمضان المبارك اتمنى ان رحلتي تكون عجبتكم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجي لك جديد جوالاتنا ورحلاتنا اول باول واتمنى منك انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير والناس تحس بالجمال والروعة اللي احنا ماشيين حواليها كل سنة وانتو طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته